موسيقى تحية طيبة مشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحافة والبداية مع صحيفة الفاينانشال تايمز التي نشرت تقريرا بعنوان جماعة ضغط الولايات المتحدة تنوي القيامة بحملة ضد الاستثمار في الأعمال التجارية في إيران يتحدث التقرير عن أن جماعة ضغط أمريكية مؤثرة سبق أن حاورت عرقلة الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني تدير الآن حملة عالمية لثني الشركات الغربية الكبرى عن القيام بأعمال ومشاريع في إيران ويقول التقرير أن جماعة متحدون ضد إيران نووية التي تحظى بمؤيدين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري والتي كانت في مقدمة الحملة ضد الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني العام الماضي ستستخدم مزيجا من الإعلانات في الصحف والرسائل العامة لممارسة ضغط على الشركات متعددة الجنسيات التي بدأت في العودة إلى إيران بعد توقيع الاتفاق معها أو التي تفكر بفعل ذلك ويضيف التقرير أن إيران تشكو حاليا من قلة الفوائد الاقتصادية التي جنتها من الاتفاق وتخطط جماعة الـ UANA لإرسال رسائل تحذير بشأن المخاطر المضطردة للقيام بأعمال تجارية في إيران إلى 140 شركة عالمية وستنشر الجماعة سلسلة إعلانات في الصحف بدءا من أوروبا هذا الأسبوع وقبيل عقد مؤتمر زيوريخ لتشجيع تجارة والاستثمار في إيران ونقرأ في موقع ترك بريس مقالة لأحمد موفق زدان بعنوان قبل أن تصل البراميل المتفجرة إلى تركيا حيث رأى فيه الكاتب بأنه لا تزال لا سياسة هي المتحكمة بالقرار التركي في سوريا ولابد لها أن تغير سياستها وهي المعتمدة بشكل رئيسي على صفر مشاكل وكان عليها أيضا أن تخطو خطوات هجومية وأن لا تواصل سياسة الدفاع منذ أن انضمت إلى قوات الناتو الحريصة على رديو عدوان السوفييت البراميل المتفجرة والكيماوي والصواريخ الباليستية والقصف الجوي قادم قادم إلى تركيا ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون مخطئين في هذا التقرير ولكن تصريح الرئيس الروسي الأخير من أن حربا أهلية تجري في جنوب تركيا هو إشارة واضحة إلى رغبتهم في إطلاق هذه الحرب وهي موجودة الآن بالاعتداءات التي يشنها حزب العمال الكردستاني بفرعي السوري حزب الاتحاد الديمقراطي بالإضافة إلى الدواعش والخطر الإيراني والطائفي والمدعوم عسكريا بروسيا وسياسيا ودبلوماسيا بأمريكا والغرب ما يجري في حلب هو بروفا لما سينتقل إلى تركيا لا سمح الله والتاريخ ينبئنا وهو لا يخطئ أن ما يجري بالشام ينتقل إلى تركيا هذا ما جرى في أيام الحروب الصليبية وتصدي الزنكيين لهم وللعبيديين وقبل أن تنتقل المعركة إلى تركيا وأراضيها لا بد من أن تقوم الأخيرة بنقلها إلى سوريا وترضي المحتلين الروس والإيرانيين وحثالاتهم منها وتصريحات الكلامية لزعماء تركيا بحق الاحتلال الروسي والإيراني لم تعد تجدي ولم تعد تنفع الخاف والقلق أن يأتي اليوم في أن تنتقل هذه المعركة إلى تركيا ولا تجد الأخيرة من يقف إلى جانبها من الثوار في الشام بعد أن يكونوا قد أنهكوا في مواجهات مع حرب كونية تشن ضدهم على مدار خمس سنوات وبعد أن يكون الكثير منهم قد فقدوا الثقة والأمل بالتحرك التركي لا سيما وهم يرون تفضيل تركيا لبعض الجماعات وبعض الأولوية على حساب الأولوية الحقيقية معالجة السرطان بالأسبرين لا تجدي ومعالجة الجرح السوري المتقيح بضرب البكيكي أو الدواعش هو معالجة للعرض ولا بد من خطوة تركية جريئة لم يعد هناك ما تخسره تركيا فالقادم أدهى وأمر وإن فساد الرأي أن تتردد ونطالع في صحيفة حرية مقالة لفيردا أوزير بعنوان هل حل كيلس في قطر؟ أشارته الكاتبة إلى زيارة داود أغلو إلى قطر وكانت داعش على الأجندة الرئيسية لزيارته أي أن السياسة تجاه سوريا جزء لا يتجزأ لدى الدولتين تحاول داعش بدخل الاعتداء بشكل ممنهج علينا إرسال رسالة تطالب فيها بتخلي عن سوريا ومن ناحية أخرى يبدو أن قيام تركيا بحشد عسكري على الحدود السورية في الأيام الأخيرة ونظام الصواريخ متعددة المواسير القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية عما قريب قد أربكت تنظيم إن الصدمات الحاصلة بين المعارضة وداعش على مقربة من حدودنا ستنعكس علينا لا محالة كما أن وقف إطلاق النار الجاري بصعوبة كبيرة منذ شهر شباط في سوريا قد انتهى فعليا إلى جانب إفلاس الجولة ثلاثة من محادثات جينيف ولهذا السبب يعد التشاور مع قطر ذو أهمية حيوية بالنسبة إلى أنقرة حاليا وفي الوقت الذي تميل فيه الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أكبر إلى حزب الاتحاد الديمقراطي يستعد الحزب للقيام بعملية بغطاء جوي على خط جرابلوس عزاز في حزيران في حين ترغب أنقرة بزيادة المساعدات الأمريكية للمعارضة التي تدعمها غير أن مسايرات الولايات المتحدة الأمريكية للروس وحاجتها إلى موسكو من أجل إيجاد حل لسوريا يمكن أن تكون سببا لإيقاف دعمها للمعارضة وبما أن القوى الكبرى دائما تحتكر التوازن فإن تعاوننا مع الخليج لا يعني بالضرورة حدوث تغيير بالتوازنات الموجودة على الساحة مع استمرار سياسة الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا تجاه سوريا ونقرأ في صحيفة العرب مقالة لماجد كيالي بعنوان ما يجري في حلب ليس حربا ضد داعش قال فيه الكاتب حلب لا تحترق وإنما هي تحرق هذا ما يجري حقا وهذه هي وظيفة القصف بالصواريخ الفراغية والبراميل المتفجرة من قبل طيران النظام السوري والطيران الروسي والهدف هو تشريد أهالي حلب وتفريغ المدينة من سكانها كما جرى ويجري في مناطق أخرى في الحمص والزبداني لأغراض تتعلق بعملية التغيير الديمغرافي لهذا البلد لأغراض طائفية ولتثبيت نظام بشار الأسد كي تتطابق مع الشعار المشين سوريا الأسد إلى الأبد علما أن داعش في هذه الأثناء تحاول التوسع في ريف حلب الشمالي بمعنى أن جماعات الجيش الحر والمدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام تجد نفسها في هذه الظروف في مواجهة حربين في آن واحد أي حرب النظام وروسيا وحرب داعش والنظام ومن ورائه إيران يشتغل على التسهيل لداعش بغرض تشويه الثورة السورية أمام العالم والإظهار للدول الكبرى أن القصة لا تتعلق بثورة ضد نظام الاستبداد وإنما بنظام يواجه الإرهاب فيما هو بوساطة طائراته ودباباته شرد الملايين ودمر عمران سوريا وقد يجدر التأكيد هنا أن نظام الذي حكم وتحكم بسوريا وبالسوريين طوال نصف قرن تقريبا عن طريق سيطرته على المدارس والجامعات ووسائل الإعلام وقطاعات الاقتصاد وضمن ذلك يتحمل مسؤولية اندلاع ثورة السورية بسده أبواب التغيير السلمي والديمقراطي وهو المسؤول عن التحول نحو الصراع المسلح بانتهاجه الحل الأمني وبفتحه البلد على بسرعه لقوات إيران وميليشياته الطائفية والعراقية واللبنانية كما للطيران والقصف الروسيين وهو أيضا المسؤول عن صعود جبهة النصر وداعش في المشهد السوري لإظهار الأمر كأنه حرب ضد الإرهاب وختم حلقة اليوم مع شبكة شام ومقال لزان مصطفى بعنوان بالبيانات والإدانات حلب تنجو فتبا لأمم ودول اختارت الصمت واكتفت به حيث لخص مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي لأسبق كل ما يحدث بجملة واحدة بقوله سنرد عليهم بخطاب يدمر آلياتهم ووعيد وشجب يسقط طائراتهم تغى اللون الأحمر الافتراضي على ساحات مواقع التواصل الاجتماعي واكتست الوجوه باللون الأحمر وكذلك وجدت رقعة أو ساحة هنا وهناك قد صبغت نفسها عفوا باللون الأحمر كل هذا الكم الهائل من الحمار لم يتجاوز حدود الافتراض فجاء باهتا مقززا أما صلافة الدم الذي اكتسح حلب كمثال حي وآني عن مجمل سوريا لا شك أن الضغط الإعلامي والتحشيد الشعبي نحو أمر ما يعطي نتائج من حيث سوق الرأي العام نحو هذه القضية ومنحها حق الانتباه وبالتالي تسهل على متخذي القرارات الهامة أن يسير واضحين واثقي الخطى صوب حلها لكن في الحال السورية وصل الأمر إلى أن تتحول قضيتنا إلى بوسترات وصبغة ألوان تغرق الفضاءات الإلكترونية ولم نعد نعلق على الفعل أو ننتظر رد فعل من أي أحد مهما كان قريب منا أو مناصر لقضيتنا وفي الحقيقة أن هذا الحد من التفكير يمثل أكثر من الوصول إلى قمة العجز فهو لا يتجاوز حدود الثغاء من حمل يتابع قطيعه وهو يذبح في حلب مع كل قطرة دم أهدرت وكل سرخة صدرت من مكلوم أو مجروح كان هناك بقايا قطع لحم الذي تغطي هيكل الآفكين الذين بنوا على جثامين شهدائنا مصالحهم وخططهم ووجدوا فيها ملاذا جيدا لإخفاء هفواتهم وأخطائهم مع سقوط حلب صارعة الموت نشهد دول وشعوب تتساقط في قاع بات جدا مزدحم من كثرة الساقطين مع حلب سقط الجميع بمن فيهم نحن المكتفين بالبكاء والعويل وبهذا المقال مشاهدين نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم شكرا على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة